ازايكم يا جماعة مفروض كنت دلوقتي حالان انا بصور بها بمWM4 الجديدة اللي اسمها ال جي اي تي تو ولكن ما عرفتش بحقلكوا ليه قبل ما نتفرج على العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واتفعل جرس التنبيه وادخل على انستجرام كمان لو عايز تعرف كواليس القناة انا واحد من متابعين القناة مشكور جدا قل لي انا اعرف اوصلك بالM4D وموجودة في معرض وحتفق مع صاحب المعرض او صاحب المعرض وانت تيجي تصورها وهي وقفة جوه المعرض طبك خلاص كلام جميل جدا اكيد الناس على القناة تبقى عايزة تشوف العربية خلاص اتفقنا الكلام ده اسبوع اللي فات رحت المعرض قبل المعاد طبعا بيحترم موعيدي بزيادة وصلت قبل المعاد وابقى بص على العربية وعلى المكان عشان اشوف عارف اجيب زوايا واحد من الادارة جوه وقال لك مش هينفع تصور المطور دي كانت صدمة شوية بالنسبالي لانه حسيت المطور يمكن ما بيكشفش عدد الجيلة اه يعني الكنست غريب قوي اذا حتة معدن مش هصوره ليه قال لك لا ماينفعش اوكي يمكن ما فيهاش مطور بس انا فتحت فيها مطور ما فهمتش طيب برضو واحدة من الحاجات التانية دلوقتي كنت عايز برضو ادورها واسمعكم الشاكمان اللي هو وهي بتعمل ما يسمى كول ستارت وهي لسه بردة واندورها صوت الشاكمان دايما بيبقى حلو كده فقال لك لا مش هينفع تدورها طب اوكي انا كل ده مقيتش فهم انا جاي اعمل ريفيول ايه بالزبط يعني العربية ولا اصورها لكم من بره لو اصورها لكم من بره كانت راجعوا عليه على الانترنت واخدت الكثير على الانستجرام واخدتي estrutura مثل لك لا مش هينفع تصور نظام الترفيئ وانت قادت في العربية هصوروا ازاي برضو ازباه الليل تاني للمرة التانية. اوكي. ده كل ده هما متفقين معهما. اوكي. حاضر. دخلت طيب اوكي طب. انا عمل ايه. مفيش مطور. مش عارب اصور الترفيه. مع ان نظام الترفيه فيها حاجات كتيرة في العربية. انتم عارفين الام كارز بتاع بيم دابلو. تقدر تعمل لها كبير جدا. يعني فيها حاجات قوي. طب اوكي. ازاي عمل لها وانا مش شايف اللي انا بقوله وحاجات كده غريبة. وقال لك لأ. انا بقى دي لي انا. قال لك ما ينفعش يشوف المواد والخماد في الببان. ما ينفعش. اوكي. انا بقى. ما ينفعش ليه يعني ما عربية بيا دابلو ام كار. مفروض تبقى كلها جلد وحاجة هيلة. واضح ان هما القلق كله مني انا يعني عشان تبقوا فاهمين. عشان اشرح لكم في الاخر. طيب. كل دي كانت حاجات صادمة جدا. طب اوكي يا جماعة ماشي اقدر اصور لكم الشاشة. يعني اوكي خلاص ما اوصلت وعايزة اخلص وعمل يعني ابتدي. اه فعلا جيت ابتدي قال لك لا المفتاح مش موجود. بيطفش بوضوح يعني. واضح ان هو القلق مني. طبعا او 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 اصحاب المكان اللي كان قاعد جواه الادارة القلقت. واضحة زي الشمس يعني لان العقلية في مصر اعتقد ما بتقبلش الانتقاد لاي حاجة هي بتباحها. وانتو عارفين انا بقول اللي شايفه كله كويس وواحش. ولكن اتفرجوا عليها. ولسه المفاجأة التقيلة جاية في الاخر يعني. هي من قدام كل السوشيل ميديا دايما بتوعبي ام دابني نفسهم بيحبوا يتفادوا ان هم يطلعوا العربية دي من قدام لشكلها صراحة مرعب. يعني كانت غلطة في التصميم. في ناس بتقولك حلوة على الواقع مش وحش على الواقع يعني احسن من الصور. ولكن لما كمان اللوحة الارقام المعدنية تتحط في النص هيبقى منظرها بشع. بشع. وفعلا انا متأكد يعني. بالزات ان احنا عندنا اللوحة كبيرة وعريضة. يا ليه تغطوها كلها لحتة دي. او مفروض لما يعرضوها نصيحة للمعرض. نعرضها بالظاهر عشان الناس ما تنسدنش ويدخل عليها. ولكن هي شكلها جريء وبيام دابني عاملها مخصوص عشان تشد الانتباه وتبقى ايه مختلفة. لكن الاختلاف ضرب منهم شوية. فهي من قدام شكلها مش حالو. من كل الزوايا التانية جميلة جدا هي عاملة زي الاميت الصغيرة ورعيبة جدا منها يمكن شكلها لايء جدا وشكلها جديد. طيب اه برضو من ضمن الحاجات اللي انا انتم عارفين انا كنت عايز اقول لكم السعر اكيد. فبسأل اه 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 المتابع بتاع القناة بقول له العربية بكام? قلي بتلاتة وستة من عشرة مليون. طبعا انا برضو هنا تنحت بقى خالص. هنا هنكت. كنت محتاجين الريسات الصغيرة ده عشان اعيد السيستم تاني. وقل له تلاتة وستة من عشرة مليون ايه بالزبط? زلطي من تعبولندا اللي هو بيتعبى في الشوال ولا جنيه مصري? قال لك لا جنيه. قبل ما اروح طبعا انا كنت دايما بعمل ما يسمى بتاعي. يعني عارف العربية? طبعا ايه معروفة? يعني العربية دي عشان ترد على الكوادريفوليو. اوكي? الام ثري بالزات. والام فور هي نفس العربية بس بابين. فهم عملنا مش مصادفة ان هم كمان وصلوا القدرة الحصانية بالزبط زي الكوادريفوليو. ليه خمسمائة وعشة حصان. مش مصادفة خالص. تمام? يعني هم وعطوا فيها نقل حركة زاد اف ثمان نقلات. يعني يوم ما قال لك ايه يوم اه الفا رومية وعملت الكوادريفوليو. احنا حننسخ السيتيواشن. وفعلا المطور بتاعها اللي هو بالمناسبة هو يعني او يعني او يعني طالق من البي ففتي ايت اسمه اس فيفتي ايت او اس بي ففتي ايت. هو نفس المطور بس طبعا معمول له ابديتس وتغيلات عشان وتقوية من الداخل عشان محدش يقولي احتيونها العربية وحتيونها ممكن قاعد اشتغل شوية بس ممكن في الاخر برضو ايه بوم يعني. فلكن هو من نفسها عائلة بي ففتي ايت. فهم بالصدفة يعني مش بالصدفة انا اسف هم بطلعينه بالزبط نفس القدرة الوصدية عشان ينفس الكوادريفوليو بصراحة يعني واضحة قوي. فبرضو بصيت على الاسعار بره عشان كنت عايز اعرف السعر المصري هل هو ليه علاقة بالسعر بره ولا لا. زي ما انتم شايفين بيم دابلي بتقول العربية سعرها بيبدأ من خمسة وسبعين الف دولار. ده الام فور الكمبيتشن اللي انا كنت حصورها. لانا عندهم الام فور العادية اللي هي قدرة القصدية بتاعتها اقل شوية. اه ربعمية حاجة اربعة وسبعين اعتقل. الكمبيتشن هي اللي فيها خمسمية وعشرة اللي هي معمولة عشان تنافس الكوادريفوليو. فبصيت على السعر زي ما انتم شايفين السعر يبدأ من خمسة وسبعين الف دولار. قلت طب اشوف الكوادريفوليو برضو سعرها في امريكا يبدأ من ايه? لقيته برضو بيبتدي من خمسة وسبعين الف دولار. ما هو برضو هي كلها بنفسه العربيتين بنفسه بعض. لو الام ثري او الام فور بنفسه الكوادريفوليو دي واضحة وصريحة. لان الكوادريفوليو جات عملت لهم ازمة من سنتين يعني. حصل كده مأساة معينة. الكوادريفوليو سعرها في مصر معروف. وانا ممكن اقول لك وهو تقريبا باثنين مليون. ده من وقع خبرتي انا بشراها. طبعا هي انا سمعت انها زادت شوية برا عالميا سعرها زاد لانه هي بتبتدي من خمسة وسبعين الف وبتوصل لو حطيت فيها شوية حاجات لغاية تسعين الف. او قولوا مثلا خمسة وتمانين الف. انا عارف ان ده السبك بتاع عربيتي انا تقريبا في الرينج ده. وبرضو البي ام دابليو ممكن تزاود فيها حاجات. البي ام دابليو بتتباع بتلاتة وستة من عشرة مليون في مصر. رقم صادم يعني حاجة باتنين مليون وصاد تلاتة وستة من عشرة وسعرهم بالدولار هو هو. يمكن اه وصلي المعلومة غلط. يمكن المعرض بيباحها باتنين مليون. وقتها يبقى منطقي او اتنين مية حتى لان اعتقل الكوادريفوليو الوقتي بقت اتنين مية اتنين متين يعني. لكن تلاتة وستة من عشرة تلاتة ونصر. اه بالنسبة لي تجربة غريبة جدا ورد فعل من المعرض غريب جدا. لانه دي دعاية مجانية. انا قناة حبا في العربيات فانا يعني ما فيش اي اتفاق تجاري خالص ولا يقولك انت هتصور بكام ولا ففيش انا رايح اصور عشان اعارضها لكم. فبالنسبة لي دي بالنسبة لهم من وجهة نظرهم هم دي دعاية مجانية. ولكن العقليات هنا مش مفهمها الصراحة. يعني انا ما كنت عايش في امريكا كان لواحد بيشوف حاجات يعني بالعكس ده ايه ده? جاي تصور لي عربية. يا سلام تعالى. طبعا اكيد كنت حدقت شكلها من قدامه وما فيش حد اختلف تقريبا في العالم على ان شكلها من قدام مش حلو عشان انتبقوا عارفين. يعني مصممين كتير اوي والميمز ويعني الرأي العام ممكن الناس تحبوا الشكل الامامي وهو ممكن في الطبيعة زي ما تلكه شكله احسن ولكن زي ما تقوله كده فيه اجماع كبير عالمي على ان شكله من قدام مرامل. ولكن مازالت بي ام دابري وبيقولوا البي ام دابري الام سري والام فور احسن من الجيل السابق اللي كان فيه شوية اشوز كده بيخليها ايه مش عربية لزيزة او في السواقة وما كانش سهل السيطرة عليها وكان فيها تعليقات كتير اوي سلبية. ولكن ده اللي حصل. بس. خلاص. لو حد عنده ام فور ويا ريت ما يكونش كايبة بتلاتة وستة من العرشة يبعثي على الانستجرام عشان مش عارب بقى اصورة حاب افكر اوكي. ايش. سلام. وبكده تبقى وصلت الاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك الاشتراك ببلاش. وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجود عليها.